من شوية قدتلي على اللاعبين اللي بيفكر فيهم النادي الاهليك على الجانب الايسر في المركز الزهي الايسر والنادي الاهلي حسب ما احنا عارفين المرسل كورر طالب مدافع سنتر باك في الفرقة الاهلي بيفكر في مين؟ 3 اسماء 3 اسماء برش الاسم الاول هو رغم رغم انه وشيعة انه حتى هذه اللحظة لم يجدد لنادي برامز اتفق عسامة جلال اتفق نادي برامز اتكلم في تصريحات في اكتر مناسلة اعلامية انه جدد لقسامة جلال لكن حتى هذه اللحظة اقول لك على مسئوليتي لم يجدد اتفق اه اتفق اتفق على تفاصيل التعاقد واتفق على حياة كتير جدا في ظل ان قسامة كان زعلان شوية انه ما بيلعبش الفترة الاخيرة وانه هو ترتيبه اتأخر بالنسبة ليه المدافعين بتوع برامز مع باتشيكو المسلم الحالي تحديدا يمكن علي جبر هو اللي بيلعب بشكل مستمر احمد سامي دخل كمان معهم محمود برعي فانه هو الراجل ما بيلعبش فيه سنة ازمة ما بينه وما بين بشيكو وده اللي معطل ان الاتفاق ده يتحول لتوقيع فلازال اسامة جلال على رادار على رادار النادي الاهلي ده رقم واحد رقم اتنين هو القديم الجديد احمد رمضان بيكهم اللي النادي الاهلي كان قبق اوسينة او ادنى من ان هو يضمه قبل غلق المركاتو الصيفي من نادي سراميكا كلباترا واخيرا اللعيب التالت اللي هو دخل الترشيحات في الاسبوعين ثلاثة الاخيرة احمد كلوشا لاعب نادي امبي تعرض على مارسل كولر مارسل كولر لسه محددش مصيره لكن اتعرض على مارسل كولر وهو اللعيب التالت اللي مرشح ان واحد من الثلاثي ده يكون موجود مع النادي الاهلي في بداية من الانتقالات الشتوية والله عرفي خلاصوف الانتقالات الشتوية هيحصل مكانش هيبقى في نهاية الموسم ده فيما يتعلق بالثلاثي حسب هم يختاروا مين اللي تحطوا على قدام الراجل شوف مين هو قريدي كان مدي ابروفل على اثنين منهم في الانتقالات الصيفية موسيما جلال واحمد رمضان بيكهم اللي تعصر انتقاله في اليوم الاخير فهو كان مدي ان هو موافق على الاثنين دول واحد من الاثنين التالت بتاع ما هو احمد كلوشا